كشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات غير مباشرة بين الرئيس المؤقت عبد الرب منصور هادي وجماعة الحوثيين لإطلاق صراح لواء ناصر منصور هادي شقيق هادي ولواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق وهو ما يعد إسقاطا لكل الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة واحتفت بها المنظمة الأممية حينها بشأن اتفاقات تبادل الكل مقابل الكل كما بدأ في اتفاق السويد وقالت المصادر أن قيادة الحوثيين تشترط استعادة 400 عنصر من أسراها مقابل إطلاق صراحة لواء ناصر هادي واللواء محمود الصبيحي المحتجزين لديها في صنعاء منذ قرابة خمسة أعوام